يمكن هي الأدوار الإشكالية اللي بتضل عالقة بالذاكرة وعلى سبيل المثال دورك في حضرة العمدة في رمضان الفائت أثار عديد الانتقادات عندما تعلق الأمر بالمرأة على نحو خاص لأي درجة هذه الانتقادات محقة من وجهة نظرك بكل تجرد؟ الشخصية؟ محمود نيجي ده هو شخص موجود وكان موجود جوه المجتمع أنه بيتغلغل ويتسرسب ويتسلل داخل المجتمع أغم أنه على ثقافة ودكتور صيدلي يعني هو مش رجل رجل يحمل شهادة وعلمه ولكن هي نبيعة الشخصية وطبيعة الشخصيات دي هي عندها الميكافيلية الوصول إلى الهدف مش مهم يعمل إيه مش مهم إيه اللي يروح حتى في الآخر لما بيقول لبنته كده مش مهم مهم الجماعة مش مهم إيه مهم الجماعة تايش شخصية مركبة شديدة دقة كان برضو لازمة أنا يمكن سنعطاها وأنا بشتغل اللي هو يعني زي بقول إيه بالبصري كده العمي عنده ابتسامة لازجة يعني هو لازج في الحوار يعني هو يقابل كل الأمور بسخافة و... و... تبلد آه والواحد شاف الحاجات دي طبعاً كتير جداً بس أنت لما بتعمل شخصية دايماً أقول الشخصية اللي أنت بتبقى شفتها وجوه والمجتمع بتبقى أصعب الأشياء طبعاً مش سهلة أبداً طبعاً لأنك إنت إزاي توصلها بشكلها الخارجي طبعاً والداخلي ما هو عشان تحدث التأثير المطلوب لأنك تتحكي عن واحد من أهم القضايا المجتمعية الضبط الضبط